مع المطلق نسافر بالقلوب مع المطلق نسافر بالقلوب ونسلك خلفه خير الدروب أحاديث تهز الروح شوقا ويغسل غيثها أثر الدنوب بمجلسه يصافحنا الضياب وتغشان السكينة والسناء أحاديث بها الأرواح تحيي تسبح في شروق أو غروب مع المطلق نسافر بالقلوب مع المطلق نسافر بالقلوب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا عبد الله ورسوله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر المأمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أحبتي في الله من هو المسلم النبي صلى الله عليه وسلم علمنا من هو المسلم علمنا في حديث صحيح رواه الإمام البخاري والإمام مسلم عن عبد الله بن عمر بن عاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه متفق عليه المسلم الذي استسلم لأمر الله تعالى وانقادله فيما بينه وبين الله هو مع المسلمين يبذل خيره ويمسك شره ولذلك المسلمون سالمون من لسانه ويده سالمون من لسانه ما يكذب عليهم ما يشتمهم يلعنهم ما يقذفهم ونحن نعرف أن القذف من أكبر الكبائر قال الله تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعينوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم ويديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين لا يبهتهم بما ليس فيهم والذين يذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا لا ينم ليفرق الجماعات يفرق بين الرجل وزوجته وبين الرجل وقرابته النميمة يا إخواني من أكبر الكبائر يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحديث الصحيح لا يدخل الجنة قتات يعني نمام لا يغتاب لأن الله حرم الغيبة وهي عرفها النبي صلى الله عليه وسلم وقال ذكرك أقاك بما تكره احفظي خير لسانك لا تعمل أعمال وتوزعها على الناس ما في أضعف من عقل من المغتاب المغتاب يجمع رزقه من الحسنات ثم يعطيه الناس نسأل الله العافية والسلام كذلك أيضا من حفظ اللسان امساك عن الإشاعات كثير من الناس الآن محبون الإشاعة ينقلون الكلام لخوف الناس دائما تجدهم يزعجون الناس والله تعالى حرم الإشاعات فقال إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ومن أمراض اللسان التي لا يسلم منها الناس إذا أطلق الإنسان لسانه النجش النجش في الأسواق يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها فيقع بعض المسلمين يشتريها وهي لا تساوي شيئا من الذي غشه؟ هو هذا الناجش الذي قال فيه بعض الصحابة الناجش آكل ربا خائن آكل وهو مع أنه كذاب إلا أنه يخدع الناس ومن أيضا كبائر الذنوب الطعف الأنساب الطعف الأنساب يا إخواني هذا مشكلة كبيرة جدا احتقار الناس في أنسابهم إشاعة ما يهون على الناس أمسابهم يعني سرقت الأموال أهوى من إضاعة الأنساب إضاعة الأنساب هذا عار يبقى نسأل الله العافية والسلامة ولذلك هذا من أمر الجاهلية والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس بها كفر إنهم يكفرون بها لكن هذا الكفر هو من الكفر الأصغر هو كفر دون كفر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن ثلاثان من أمر الجاهلية باقية في أمته هما بهم كفر ما هو هذه الخاصلتان قال الطعن في الأنساب والنياحة على الميت الطعن في الأنساب والنياحة على الميت والنياحة أيضا من أمراض اللسان النائحة الآن من الذي ينوح ويحسي ويبكي ويصايح هو هذا اللسان فهذه من كبائر أيضا اللسان والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم نسأل الله العافية والسلامة وقوله صلى الله عليه وسلم سلم المسلمون من لسانه ويده اليد يسلمون إنما يأخذ أموالهم غصبا ولا يقطع عليهم الطريق ولا ينهب ولا يغش يجي للطماطم مثلا وذا يحط الزين فوق والشين القربان تحت من الذي غش الناس هذه اليد الآثمة هذه اليد الآثمة فعندنا الذي يضرب الناس أو يسرقهم أو يختلس منهم أو يغصبهم أو يقطع عليهم الطريق أو يغشهم هؤلاء لم يسلم المسلمون من أيديهم بل أيديهم جنت ومثل ذلك أيضا الكتاب الذين يكتبون ما يضر الناس ويفسد عليهم دينهم ويفسد عليهم أخلاقهم ويهون عليهم المنكر ويدعوهم إلى الظلال هؤلاء لم يسلموا المسلمون لم يسلموا من أيديهم بل إن أيديهم جنت على المسلمين جنايات عظيمة ولهذا أحبتي في الله فمن هو المسلم نعود فنذكركم بقول صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وأيضا سلامة المسلمين تتبعها إذا سلامت غير المسلمين المقيمين فالبلد من المعاهدين والمستامنين فإنه لا يجوز أن نؤذيهم بألسنتنا ولا يجوز أن نؤذيهم بأيدينا أذاهم حرام أذى المعاهد من أكبر كبائر لأن فيه نقض للعهد الذي أبرم لهذا الرجل العهد الذي منحته دولة الإسلام فلا يجوز أبداً أحبتي في الله أن يعتدي المسلم على المعاهد والمستأمن ولهما حكم للاعتداء عليهما حكم للاعتداء على المسلم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر هذا الحديث والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه المهاجر هو المنتقل من بلد الكفر إلى بلد الإسلام هذا التعريف الحقيقي للهجرة لكن أيضا الهجرة بمعنى الآل عام الانتقال من بلد يخشى فيه على دينه إلى بلد يأمن فيه على دينه مثال ذلك لو أن رجلا الآن في قرية تبع فيها المخدرات ويخشى على أولاده أنهم يقعون فيها لأن المجتمع فيها سيء فانتقل إلى بلد آخر فهذا مهاجر كذلك لو أن رجلا خاف على أولاده الفكر الفاسد يخشى عليهم الفكر الفاسد فانتقل هو وأولاده إلى بلد يأمن عليهم فيها فائضة أيضا هجرة لكن يا إخواني يجب علينا أن نخبر ونكشف أستار الذين يفضحون أو يفسدون شبابنا بالفكر الفاسد وبالمخدرات وخصوصا أنه مطلوب مننا أن نتعاون نتعاون والله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فالإنسان أيضا إذا ترك حي من أحياء المدينة أو مدينة من المدن وهاجر إلى مدينة أخرى خوفا على دينه وعلى دين أولاده وابتعادا عن المعاصي فإن هذا من الهجرة المشروعة ومثل ذلك أيضا لو هجر بعض المجالس بعض الناس الآن نقول عيال عمك عندهم استراحة يجتمعون فيها فلماذا لا تذهب معهم يقول يا أخي عيال عمي إذا ذهبت إليهم ما بل يغتابون الناس ويسخرون منهم ويستهزئون ويعملون أعمالا لا ترضي الله تعالى ولذلك فأنا أهرب لأن الله تعالى أخبر بأننا إذا دخلنا مجلسا فرأينا فيه وناسا يخوضون يخوضون في آيات الله ويتعدون حدوده فلا تجلس معهم حتى يخوضوا في حديث غيره اهرب يا أخي بدينك ترى حرص الإنسان يا إخواني على دينه ينبغي أن يكون المؤمن حريصا على دينه أشد من حرصه على على ماله لأن الدين هو رأس المال الحقيقي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المهاجر من هجر مانه الله عنه ولو كان في قرية بل لو كان في بيته يعني عندنا بعض البنات الآن الله يصلحهم يبارس النبي إذا شافت إخوانها مثلا إما على تمذيليات لا ترى جوازها أو على غاني أو سمعتهم يأكلون عراض الناس أو سمعت يعني عندهم من كلام الفاحش والسخرية والإسهزاء فأرادت أن تنتقل إلى غيره إلى غرفة أخرى هي قد هجرت ما نهى الله عنه مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه انتقلت إلى غرفة أخرى وحفظت دينا أن يقع على أن يقع عليه ما يكدره أحبتي في الله أذكركم بالدعاء عند الإفطار وأذكركم باستغلال رمضان في قراءة القرآن وأذكركم بأن نحافظ على أوقاتنا فإن أعظم ما رزق الإنسان وقت يستعمله في طاعة الله وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مع المطلق نسافر بالقلوب مع المطلق نسافر بالقلوب ونسلك خلفه خير الدروب أحاديث تهز الروح شوقا ويغسل غيثها أثر الذنوب بمجلسه يصافحنا الضياء وتغشان السكينة والسناء أحاديث بها الأرواح تحيي تسبح في شروق أو غروبي مع المطلق نسافر بالقلوب